بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل متابعين لعزائر بتكونوا بخير فيديو النهاردة هيكون فيديو خفيفة ان شاء الله هنتكلم فيها عن حاجة مهمة فيا ريت تابع معي الفيديو الاخر في البداية طبعا انترو بسيط وبعدين ندخل على الفيديو اولا طبعا في البداية مفيش حاجة اسمها جفة للانجليزي او خلص انجليزي في يوم او اتنين او اي وقت محدد الانجليزي يعتبر عبارة عن مهارة بتكتسب طبعا مع الاستسكار والاستمرار ومستوى الطلاف اكتساب المهارات دي تعتبر مختلفة متوقف دايما على مدى الممارسة والمتابعة عشان كده طبعا صعب احددلك وقت ان انت تتعلم في الانجليزي او حتى ان انت تكون كويس فيها عشان كده طبعا بلاش تنساق خلف العلوين دي لان حرفيا مفيش حد هيتطور منك غيرك انت غير نفسك لازم في البداية تكون عارف ان مفيش طالب في الدنيا غابي في الانجليزي ولكن طبعا الموضوع معتمد على مدى مذاكرتك انت واستمرارك وفهمك للمدى لان زي ما قلتلك طبعا قبل كده الانجليزي يعتبر عبارة عن مهارات بتكتسب مع مرور الوقت فعشان كده اهم حاجة هو تخصيص الوقت الكافي عشان تكون مميز في المدى دي وده يعتبر طبعا من اهم الاشياء واول شيء لازم تعمله ان انت تحدد وقت محدد ووقت كامل عشان خطر تقدر ترجع في المدى دي ما ديجيش بجا تقولي انا مذاكرتك عبارة عن حفظ كلماته بس اعمل ايه تاني انا مش معي حاجة اعملها لا للاسف دي من اكبر الاخطاء اللي انت بتعملها ان انت تفتكر ان المذاكرة عبارة عن حفظ كلماتك او تقولي مسلا انا مخصص لساعتين في الاسبوع بحاول ان انا راجع في يوم انجليزي او اذاكر في يوم انجليزي ده للاسف طبعا طالب مش عايز اطور من نفسه ومش عايز يعلى بالمستوى بتاعه لازم في البداية اول الحاجة تكون اخد بالك منها زي ما نبهتك ان كلك وقت كافي تقدر تراجع في انجليزي يعني ما ينفعش ان انت تحديلي ساعتين في الاسبوع لا ده انت على الاقل لو انت مش بتراجع كل يوم لازم تعملك كل يوم والتاني تعملك على جل الساعة او او اقل شيء لو انت مضغوط خالص تعملك نص ساعة كل فترة عشان خطوة تراجع في انجليزي رقم اتنين من الحاجات المهمة ما ينفعش ما ينفعش ان انت تقول انا في المراجعة هلم كل اللي فاتني لان للاسف المراجعة اصلا معتمد اعتماد كل على مدى تحصيلك في الفترة اللي كنت بتدرس فيها وده طبعا من خلال حفزك للكلمات او مراجعتك لبعض القواعد وكلما قصرت في حفز الكلمات او مراجعة بعض القواعد للاسف هتتعب بعدين او طبيعي جدا ان انت طبعا لو ما فهمتش القاعدة من اول مرة ان انت تقول او ممكن هفهمها بعد كده او بعد كده او خلال المراجعة ماشي ولكن طبعا انت تقصر في قاعدة ما او ان انت تقصر في طبعا حفز الكلمات ما فده كله هيرجع عليك للاسف ما تقولش ان ده كله هيخلص في المراجعة لان اغلب الطلبة طبعا بتهمل في الواجبات وتهمل في حفز الكلمات وفي الاخر تقولك لا ما فيش مشاكل انا ممكن اخر اسبوع او في فترة المراجعة او احدد لي مثلا اسبوع او اسبوعين وان انا حاول الم في ده لا للاسف ده يعتبر زنب لا يختفى في الانجليزي لا انت لازم اول باول تخلص عليك انت هتذكر ازاي وايه الاسئلة اللي محتمل ان هتكون موضع سؤال لان من اهم الحاجات ان انت تكون قادر على فهم المادة اللي انت بتذكرها من خلال طبعا ايه اللي ممكن يتحفظ ايه اللي ممكن يتفهم ايه الحاجات اللي ان اعمل عليها هايلايت لانها طبعا مهمة جدا ايه الموضع اللي ممكن يكون فيها اسئلة واشكال الاسئلة هتكون ازاي وايه رؤوس الاسئلة اللي انا هشتغل عليها عشان خطر الحاجات دي تغبر من اهم الحاجات في فهمك لمادة الانجليزي. وبتسهل عليك ان انت تزاكر كويس. بعد الطلبة طبعا شايفة ان الانجليش ده حاجة صعبة وحاجة معقدة جدا. لهنا مش عارفة تفهم او تفك طلاصم مذاكرة المادة دي. وعشان اشرح لك ده طبعا انا مش محتاج حلقة او اتنين او تلاتة. لأ انا محتاج وقت طويل جدا عشان تقدر تفهم ان انت ازاي بتزاكر المادة دي. المهمة طبعا المطلوب منك حاليا ان انا طلب منك حيوحدة بس. ان انت تحول تعمل وقتك كافي لمذاكرة مادة الانجليزي. لان زي ما قلت لك مفيش طالب غبي في الانجليش. ولكن طالب بيمارس مرة او اثنين او اثنين او ثلاثة. والمستوى بيعلى لغاية لما يوصل للمستوى المرجوع منه والمستوى المطلوب منه. عشان كده طبعا من اكبر الاخطاء اللي بتوجع فيها ان انت تقول هتلم كل حاجة بعدين. او تسمع عنوان مثلا كيف تفهم الانجليزي في اسبوع او اثنين. الحاجة دي مش مش هتفيدك لازم تكون عارف ان الانجليش بتطور معك بتطور بستوى او بمدى مراجعتك. ومدى استذكارك للحاجات اللي انت اخدها. فما تخليك حاجة في الاخر. بتجي تقول لي في المراجعة هفهم كل حاجة. فاريد طبعا لو انت من الناس اللي بتنسأ خلف العنوان كيف تتعلم المنتج في خمستاشر دقيقة? كيف تصبح زوج في يومين? كيف تصبح شيخ بدون روت? او حتى كيف تلم المادة في اسبوع مع تنين اللغة. فحبب طبعا بلغك بالخبر ده ان ما فيش الكلام ده. للاسف لازم يا شباب تسمع وتفهم ان من زرعة حصل. لازم ما تأجلش حاجة وتبدأ من الوقتي وتفهم ازاي تساعد زاكر المادة دي وايه الاسئلة اللي انت هتركز عليها. وموضع الاسئلة وانت حمتعك بيكون ازاي? والحاجات اللي انا لازم اخد بالي منها اسناء مذاكرتي. سواء انا وبحفظ الكلمات احفظها ازاي? او ايه النوتس اللي انا ممكن اكتبها عشان قدرت تسهل عليها حفظ الكلمات او تسهل عليها في فهم القواعد. الحاجات دي كلها لازم تاخد بالك منها. وان انت زي ما بأكد عليك للمرة المليوني اللي لازم يكون عندك نوتبوك خاصة بيك عشان خطر تكتب فيها كل النوتس اللي انت ممكن تستفادها سواء في قواعد او في شرح. ولازم تكون خاصة الحاجة دي مش بشرحها حد تاني لأ بشرحك انت اللي انت فهمته تحاول انت تكتب. الانجلش ما الصعب والله العظيم ما الصعب بس حاول ان انت تطور من مستوىك مرة والتانية والتالتة. الخبر الصار طبعا ان زي ما قولك ما فيش طالب غبي في الانجلش. ولكن انت محتاج ان انت تذكر مرة اثنين وتلاتة وتفهم مرة اثنين وتلاتة. وكلما مرست بالزبط زي التمرين بالزبط. ان انت كلما تمرنت كلما اصبحت اكثر لياقة او المادة بتاعتك اصبحت تفهمها. فياريت ياريت ان انت تفهم ازاي تذكر المادة. ولو عندك استاذ حاول انت تسأله. زي ما كنت لك ان انا فاهمك ازاي بتذكر المادة دي. هيحتاج مني حلقات. مش حلقة اول اثنين وتلاتة بل حلقات. وانت ياريت طبعا تكون استفدت. ولو عندك اي سؤال طبعا في كافية المذاكرة او عايز تسأل اه اي سؤال في المادة بتاعتك سواء اعداد او سانوي. اه ان شاء الله هحاولي جاوبك عليه. وما تنساش طبعا ان فيديو اه اه ولا سانوي ان شاء الله هنزل كمان يوم او اثنين ان شاء الله بازن الله الفيديو انا كنت انت تذكر انجليزي كل يوم نصف ساعة او ساعة. ياريت ان انت كل يوم ويوم عشان خطر مستوك التقار فيه. المهم اشوفكم على خير ان شاء الله في حاجات جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.